موسيقى 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 دراسة إحصائية بسيطة يمكن لكل من أن يقوم بها لكن بمعايير الرحمة إزاء العذاب تحظى بأي نسبة؟ تقريباً 12 إلى 1 كل 12 مرة كل 12 مرة تذكر فيها الرحمة يعول فيها على الرحمة ينبَّه فيها يلفت فيها إلى الرحمة تقابلها مرة واحدة يذكر فيها بماذا؟ بالعذاب بالانتقام ليس خمسة إلى واحد، إطنعش إلى واحد هذا دين هنا وليه يجعلين دين تخويف وشجاع وعقرع وعذاب عذابات في القبر وخمسين ألف هول وظلما كنت صغير قطع قلبي إمام أبو حمد غزيلا قدَّس الله زره وعافى الله عني وعني قطع قلبي وقسم بالله بالله قطع يعني دمَّرني فعلاً أنا صغير يتحدَّث لك عن عذاب الموت قلت هذا عدة مرات وأنه لو وضع ألم شعرة مما يجد الميت شعرة واحدة بس أنا في ألوف الشعرات، ماء الألوف ألم شعرة واحدة مما يجد الميت يعني الذي يُنزع، يُحتضر على أهل السماوات والأرض لماتوا بإذن الله قال النبي قال ليه، والله ما قال بصم بالله كذب هذا أبداً، والقرآن قال هذا لماتوا جننت أنا صغير غطريف، أرعبني هذا ما الذي؟ قالوا هذا هول لسا هواي الموت هذا هول واحد وإن من وراء الموت خمسين ألف هول الموت أيسرها حبيبي كيف سنسعد؟ سنكون عشخة البشر سنكون معقدين كنت وأنا صغير، أفاجأ دائماً بالبنت الفلانية المحجبة، أصبحت مجنونة جنة أصدقائي له، والله العظيم جنده طبعاً، هذا الفكر يجنن هذا الفكر إبليسي هذه مقاربات إبليسية للدين ضد القرآن على طول الخط القرآن قال لك لا ما عشر مرة رحمة، ومرة إيه؟ والله بصراحة الذي يستحق العذاب وعنده هذه المعادلة، فعلاً يستحق مثل ما قال النبي لا يهلك على الله إلا هلك نار، ولازم يخشها، أكيد لازم يخشها مش هنشفق عليه إذا هذه الرحمات كلها إذا هذا المعادلة غير طبيعية خش امتحان إنت أصب مرة واحدة، اغلط 12 مرة وتنجح فيه امتحان زيك؟ من أحلى ما يكون هذا كل البلداء بنجحوا فيه صعب أو لا؟ الله قال لك هكذا تغلط 12 مرة وبتصيب مرة، بتنجح يا حبيبي لأنه هيك في معادلة ضمنية في القرآن تبهها تقول الموازين، ما هذا يحكم على الموازين ما يمشي موازين بطاطا وفكر ايه؟ هينا حسنة، هينا سيئة وما أدرك كم الحسنة عند الله تزن؟ ما يمكن الحسنة هذي بتزن ايه؟ بمليون سيئة من نوع الفرق، انتش عارفك ما تفكر بطريقة ميكانيكية على الله ما تمكنك صورة الله عندك تبه، ما تشعلها آلية لكن الله قال لك كيكة أعطاك معادلة لوحوا انت، ابحث عنها معشر مرة رحمة، مرة واحدة كذا طيب، هذا الدين أيضا الأمل فيه يغلب ماذا؟ القنوط قال وَمَنْ يَخْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا إِيهِ؟ انه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يا ربي، هل تريدون دينا أعظم وأسعد وأبعث على السعادة والبهج والرضا من دين؟ يجعل اليأس والإحباط وفقدان الأمل كفراً كلا كلا الكفر الكافر ييأس، المؤمن لا ييأس المؤمن، وخير دي إن الله جعل الروحة والفرج، في اليقين عندي يقين أن الله سيبدل الأمور بإذن الله تعالى الدهر قلاب، والأيام دوال وعلى كوكب دوار، ولا ما الصحيح؟ يتعاقبه الليل والنهار كل شيء بتغيّى، ولا ما الصحيح؟ ودوم الحال، من المحال؟ فيه آمل ومع كل صباح يأتي الله مش بفرج، بمليون فرج ومع كل نفس، ومع كل نفس وما أحلى كلام الناس العامة يقول لك، واللي عند الله ما أقرب منه يعني ليس شيء أقرب مما عند الله هذا أمل إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، هذا دين يغلب ماذا؟ الحب على الكره أيها الإخوة، الكرم على الشح والبخل الطهارة والعفة والنقاء على اللعم والخصة والظلام والالتياث ولا ما الصحيح؟ أنا أقول لك دين بهذه الطريقة بلا شك لا بد أن يكون في رأس ما يسعد البشر ويفرح الناس فإنقلبته ومشيته على رأسه واجعلت رجليه فوق كما نفعل الآن أو كما يفعل بعضنا الآن الأسف الشديد بلا شك، صار هذا الدين أغضى عادة رجع مصدر من مصادر الإنكاس والانتكاس والإتعاس والإشقاء والعياذ بالله أقول قولي هذا وأستغفر الله